يا مساء الجمال عليكم ومساء المنصورة الجديدة الجميلة اللي انضمت إلى مدن مصر الجديدة الحقيقة اليوم مبهج والافتتاح اللي شاهدته المنصورة وشرفه بالحضور السيد الرئيس النهاردة مبهج جدا مش عارفة ليه فكرني كده وافتكروا معايا فاكرين سيد درويش تخيلته لو كان موجود سيد درويش لما كان بيغني للشعب وللناس ولما بيقول اهو دا اللي صار اهو دا اللي كان ملكش حق تلوم علي ماهو لو كان دا الخير في بلدنا ما كناش نقدر نقدمه كان بيقول ايه وتلوم علي ليه يا سيدنا وخير بلدنا ماهوش في ايدنا تخيلوا بقى لو سيد درويش عايش اليومين دول عشان يعرف ان خير بلده بقى في ايده كان حيغني الاغنية ازاي كان حيغني احلى وكان حيغني اجمل النهاردة الافتتاح الحقيقة كان مبهج مبهج مش بس عشان افتتاح مبهج لأن انت بقيت تقدم مدن كمان بشكل علمي بشكل ذكي بشكل مختلف فيها كل ما تتطلبه المدن الحديثة الآن يعني مش بس بتعمل أبنية والطرق وشوارع ولكن بتعمل كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها مدينة يعني أنا بجد نفسي جدا أروح عربيتي وأروح أشوف المنصورة الجديدة سعيدة أولا كمان لأنها امتداد حلو جدا للمنصورة القديمة يعني وكأنك انت بتعمل توسع للمحافظة يعني من محافظة دهلية وطبعا العاصمة هي المنصورة بتعمل توسع حلو هي طبعا يعني قريبة إلى جمصة وحدودها مع كفر الشيخ ويعني على طول السحل الشمالي بطول 14 كيلو متر وشفتوا المنظر والشاطئ والبحر حاجة الحقيقة بديعة كمان الجمعة يعني جمعة المنصورة الجديدة وهي بالمناهج الدولية الجديدة السيد الرئيس كان موجود النهاردة ويتجول في كل مكان وكأنه أراد بأنه يعني يعني يتابع كل شيء ويشد على أيدي كل الناس الموجودة من طلباء من ناس من مزارعين من كمان ناس صناعات صغيرة الحقيقة الافتتاح النهاردة مبهج